بسم الله الرحمن الرحيم التلاوة الصحيحة المتقنة أن يكون هناك تركيز ومتابعة في المصحف لتتعرف على الكلمات أيضا أن تركز على كيف أنطق نطقا صحيحا استمع وركز في الحركات والحروف أيضا عندما تبدأ أن تطبق وتتدرب أنت لا بد في البداية أن تكون القراءة بتأني ولا تستعجل ليكن همك إتقان القراءة وليس الانتهاء منها أيضا انتبه إلى العلامات التي درستها والتي تحسن تلاوتك وكذلك أحكام التجويد من تلك العلامات علامة السكون وهي أيضا علامة الإظهار إذا وجدتها تظهر الحرف كذلك هذه العلامة الألف قد لا تكون قائمة واضحة تكون صغيرة تنتبه لها فتمدها أيضا المدود التي أخذتها وعرفت أن المد المتصل والمنفصل واللازم يوضع فوقها هذه العلامة وهناك مدود أخرى لا يوجد فوق هذه العلامة أيضا درست الميم والنون المشددتين تعطيها حقها من الغنة فتقول ثم إن وهذه تأتي مع القراءة بتأني أيضا تنتبه إلى علامة الحكم القلب أو الإقلاب توجد الميم الكامل فوق النون أو عند إحدى على حركات التنوين فتقلب هذه ميما وتقلب هذه التنوين إلى ميم أيضا درست أحكام التفخيم والترقيق للرآة ولام لفظ الجلالة تنتبه لها أيضا عند القراءة تقف عند رأس الآية لا تصل الآية بما بعدها فينقطع النفس فإذا وصلت إلى هذه العلامة تقف وتأخذ نفس ثم تقرأ ما بعدها أيضا هذه العلامات التي أخذتها صلا قلا والجيم هذه علامات الوقف تقف وتصل لكن هنا الوصل أولى وهنا الوقف أولى وهنا جواز الوقف والوصل ونحن نبهنا في مرحلة التطبيق والتعليم تقف وتأخذ نفس ثم تبدأ بما بعدها أفضل لك الآن نبدأ نأخذ بعض الكلمات لاحظوا الآن نون ساكن بعد هلام ما الحكم؟ نعم إضغام بلا غنة أي أن هذه النون كأنها غير موجودة تقرأ الهمزة مكسورة بعد هلام فتقول هكذا لإن لم لإن لم لإن لم ينتهي المنافقون لإن لم لنغرينك 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 لاحظوا الآن هذه العلامة ما هذه العلامة؟ نعم علامة الوقف صلا الوقف والوصل جائز لكن الوصل أولى فسأطبق الآن أقف عندها وهو أفضل لك ملعونين أينما ثقفوا أخذوا الآن سأصل ملعونين أينما ثقفوا فأنت مخير بين الوصل والوقف والوصل أولى لكن في مرحلة التعليم لتأخذ نفس تعلم أن تقف نحظوا هذه الكلمة والتي بعدها والتي بعدها ثقفوا ثقفوا أخذوا وقتلوا تبدأ بالضمة ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتلا ثقفوا أخذوا وقتلوا لحظوا الآن نساكن بعدها دال عند الله قل إنما العلم عند الله عند لا تقل عند تظهرها إنما هنا مخفى عند الله لاحظوا الآن هذه الضمات المتوالية وجوههم 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 يوم تقلب وجوههم في النار وجوههم لاحظوا الآن كيف تنطقات الكلمة وفيها مد متصل كيف عرفنا أنها متصل نعم حرف المد جاء بعد همزة في كلمة واحدة تمد أربع وخمس وكبراءنا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل وكبراءنا لاحظوا الآن الآن عكس لاحظوا هنا حرف مد ثم همزة لكن هنا همزة ثم حرف مد بدل نعم بدل آتهم آتهم ربنا آتهم آتهم مد مقدار حركتين آخر السورة ما حكم لام هنا أحسنتم ترقيق كيف عرفنا نعم لأن قبلها كسرة ومن يطيع الله يطيع عي لما كان قبلها كسرة رقق اللام يطيع الله ومن يطيع الله ورسوله لاحظوا هذه الكلمة فأبينا 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 والجبال فأبينا أن يحملنها لا تمد هنا فتح فقط فأبينا أن يحملنها فأبينا أن يحملنها لاحظوا هذه الكلمة فتح على الباء ويتوب ويتوب والمشركين والمشركات ويتوب الله لاحظوا الكلمة الأخيرة التنوين بعد راء نعم يضغم بلغنة ماذا تفعل بالتنوين تضغم لا تنطق تنطق راء مفتوحة ثم راء أيضا مفتوحة أخرى فتصبح راءا واحدا وكان الله غفورا رحيما غفورا رحيما لاحظوا غفورا رحيما غفورا رحيما كأنها راء واحدة مشددة غفورا رحيما الآن بعد أن تلمنا بعض الكلمات نرجع الآن نقرأ الآيات بتأني ركزوا معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ما العونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعن كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الآن بعد أن تدربنا على بعض الكلمات وكررناها واسمعنا إلى الآيات عليك الآن أن تعيد المقطع من جديد وتتدرب وتكرر ثم تسمع الآيات من قارئ متقن ثم تبدأ بالتطبيق من غير السعجال أسأل الله لنا ولكم التوفيق والله أعلم صلى الله وسلم مبارك على نبيه محمد